خلونا بقى دلوقتي نستعرض مع حضراتكم للجولة المرورية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات وخصوصاً إن الناس بدأت تنزل دلوقتي هنبدأ معاكم من محافظة القاهرة وإن الكثافات بدأت تزيد مع دخول ساعات الضروة الصباحية ولو بدأنا من الكورنيش هنلاقي فيه كثافات مرورية متقطعة من المضلات باتجاه منطقة وسط البلد أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فيه سيولة مرورية لكن بالنسبة الكبري أكتوبر المتجه العباسية هنلاقي كمان فيه كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة أما لمكمل فيه اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الضروة الصباحية فيه كمان كثافات أخرى في الاتجاه العكسي التاني لكبر أكتوبر بسبب زيادة أحمال للسيارات وكذلك الأمر المتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولاً إلى المنصة ظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولاً إلى الدائري لو تبعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحال ولو هنفضل مكملين لحد كبري الروضة هناك برضو في بعض الكثافات لكن نفق الأظهر في انتظام للحركة وسط سيولة مرورية في الاتجاهين بتظهر بقى كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي ونفس الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتستراد والتجمع والاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة كذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي نروح معاكم لمحافظة الجيزة بيشهد شارع الهرم كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين كمان بتظهر كثافات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولها لمناطق بلاء ومبابة أما محور صفت فيه كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة اللي جاي من دائري المنيب متجه إلى ميدان لبنان أو المهانسين يفضل أنه يسلك محور الفريق كامال عامر ده بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور لو رحنا شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريطية والحد الطلبية لكن بنسبة المحور 26 يوليو في السيولة للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي أما الاتجاه الآخر المتجه إلى أكتوبر في السيولة مرورية وده بعد الانتهاء من التوسعات كمان القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه إجبالي ناحية نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرن بيشهد كمان الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء بعد فيه طبعا كثافات على دائري المريطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حضائق الأحلام للأهرام وصولا إلى ميدان الرماية ومن جيزة نروح للأليوبية والقادم من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري لكن أصبحت أقل من المعتاد بيشهد بقى الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق وده المنع ظهور زحام مروري للمركبات كمان انتظمت أيضا حركة السيارات بطريق الدائري أو بطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات إلى أن الكبري أها بيشهد طبعا بعض الكثافات المرورية المتحركة ده بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكبري لكن انتظمت حركة السيار بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنع مرياض ده وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية القادم من طريق شبرى بنها ومتجه إلى مدينة نصر ومصر الجديدة يسلك محور العصار هيختص ليه وقت طويل جدا أما الطريق الدائري بشكل عام كويس مع بعض المناطق اللي فيها أعمال بيكون فيها كثافات بسيطة ومكملين جولتنا ونروح بورس عيدة هنلاقي في سيولة مرورية في معظم الشوارع معدى بعض الكثافات نتيجة المعتادة في ساعات الضروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو ولو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية ومن طرح البحر لو رحنا لشارع الجمهورية في كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع من جولتنا المرورية خلونا ناخدكم في جولة سريع عن أحوال الطقس النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة الطقس يكون حار نهارا على القهرة الكبرى ولوج البحري وشمال الصعيد في كمان نشاط رياح محدودة على جنوب سيناء وسلاس الجبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب سيناء وسلاس الجبال البحر الأحمر درجة الحرارة في القهرة النهاردة واحد وتلاتين وأعلى درجة حرارة هتكون في أبو سنبل أربع وأربعين وأقل درجة حرارة في كاترين تلاتة وعشرين درجة هنتابع مع حضركم التقس بالتفصيل لكن بعد شوية